بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة المهدان في حلقاتنا يوم الاتنين احنا دايماً بنكون مع بعض بنحاول بقدر الإمكان نحاول نفتح أبواب مهمة جداً 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 في بناء الإنسان وخاصةً وحنا الحلقات بتاعتنا اسمها يلا نبني وإحنا بديين الكلام ده من سنوات وإحنا ماشيين فيه يلا نبني بنلاقي حاجات لابد إن احنا نقف عندها وعدم الوقوف عندها ده يعني إن احنا مش عايزين نبني بناء صحيح وإحنا لإن احنا عايزين نبني بناء صحيح تعالوا نسأل الأسئلة اللي في موضعها لأن من أهم المواطن اللي بتكون مصدر فزعة للأم والأب وهم بيربوا أولادهم وخاصةً وهم في سن الصبا إن ييجي الولد يسأل أسئلة تتعلق بوجود الله وكأنه عايز يقول إنه مش مقتنع إن في إله السؤال ده خلينا أقول لكم حالة الأب والأم بيقولوا إيه بيتنزعهم ثلاث مشاعر الشعور الأولاني أنا معرفتش يا ربي الشعور التاني ابني رايح لفين الشعور التالت معقولة أنا ابني اللي بترجع إنه هو يكون بالأخلاق وبالجمال ينسف مفهوم الأخلاق كله ومصدر الأخلاق كله وهو حب ربنا إيه اللي حاصل ده الشعور ده اللي هو شعور الزهول ده شعور بيبقى قاسي على الأهالي في أهالي أول لما بيسمعوا الكلام ده من أولادهم بيخافوا وخوفهم ده بيترجم في كلام إن ابنهم خلاص على وشك الإلحاد وإنه شوية هيبقى كافر وخلاص هيخسر دنيته وأخرته ساعات الكلام ده بيظهر في كلام وبتقال وساعاته هم بيقولوا بيقولوا بحرقة وهو حاسس إن الكلام ده هو اللي هيوصله للانتيجة اللي هو عايزة بس حضرت النبي ما عملش كده يعني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابة جم سألوه وكانوا على فكرة الصحابة دولا الأقدر بإن يحصل عليهم الفزع لأتبار إن حضرت النبي بيعلمنا إيه حتى ردود الأفعال اللي إحنا لازم يكون عندنا لما تيجي أسئلة زي كده قالوا له يا رسول الله يظل أحدنا يعني الواحد مننا يظل أحدنا يسأل من خلق كذا ومن خلق كذا يفضل يتسلسل لغاية ما يوصل إلى إيه فمن خلق الله فرسول الله صلى الله عليه وسلم بكل هدوء بكل ثبات قال أوجدت موه قالوا نعم يا رسول الله قال ذلك صريح الإيمان إن يجي لك السؤال وتقدر تتجاوز السؤال بإجابة سليمة هو ده اللي بيأكد إيمانك وصريح إيمانك وعشان كده في الحقيقة عايز أطمن قلبي كل أم وكل أب لو كانوا بيمروا بالموقف ده أطمنهم أقولهمي إن هما يعدوا يعني يطنشوه لا 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 خالص مش قصد كده أنا عايز أطمنهم إن ده مش موطن فزع لكن موطن يقظ عارفيني ليه الفرق فكرين لما قلت لكم إن إحنا في خمس حاجات بنعملهم كأننا بنتولد بيها من ضمنها إن الواحد يبقى أب أو يبقى أم إحنا بنتولدش وإحنا أباء وأمهات ولا بنتولد وإحنا أزواج ولا بنتولد وإحنا بنشتغل ولا بنتولد وإحنا عبيد بمعنى بنعبد الله كل ده محتاج تمرين محتاج تأهيل كل واحد فينا لازم يتأهل ويجتهد ولذلك الذين أمانوا وعملوا الصالحات لازم عشان تبقى عبد تستمر في العمل ولذلك حضرت النبي قال للسيدة عائشة فلا أكونوا عبدان شكورة يبقى إذن لازم ننتبه ونكون وعيين إننا إزاي نساعد أولادنا يمشوا في الطريق الصح وعشان كده نعمل الحلقات دي عشان نساعد بعض أنا أب وإنتوا بأباء وتعالوا نساعد بعض نساعد بعض مش بس عشان مجتمعنا لكن نساعد بعض عشان أولادنا مستقبلنا في طريقة صح لابد إن احنا نمشي فيها ونشوف مصادر صحيحة تجاوب لنا على الأسئلتهم بطريقة صحيحة هو ده الصح وعشان محدش يقول ما لقيناش حد يساعدنا بنحاول مع بعضه وعلى فكرة هي تجربة مهمة جدا إن احنا نعرف إزاي نحصل معرفة عشان أولادنا أوقات كتيرة بتكون الأسئلة لو يتجاوب عليها بشكل صحيح باب كبير لأولادنا من أبواب الرسوخ في باب الإيمان ويخلي قلوبهم متعلقة بالرحمن ويخليهم قدرين يواجهوا الصعاب في أي أوان ده لما الجواب يكون جواب صحيح مليان نور ومليان أمان وتفتح لهم باب على واسع لحب الله سبحانه وتعالى والاتزان في الحياة وفي كل ما يعرض لهم من كل أمور حياته وعلى فكرة ده بيأثر على كل حياته في عامل مهم جدا في إن الشكوك دي تنتهي وإن أولادنا يلاقوا إجابات سليمة لأسئلته أو شكوكه فنعمل إيه؟ فتهديم لباب السلام وتهديمه إلى أن يتوصل لله سبحانه وتعالى وإن الشكوك دي ما تستمرش فهي حاجة من اتنين إيه اللي هيوصلنا إن الشكوك دي تنتهي أو تستمر لازم نخلي بالنا جدا 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 من عامل مهم جدا اسمه رد رد فعل الأهل رد فعل الأهل ممكن يحسس الأولاد اللي أنتو عملتو ده ده نهاية العالم اللي أنتو تفكروا فيه طب ما أنا وصلت لنهاية العالم فالولد يحس إنه وصل إلى المتاهة فمش هيقدر يخرج تاني أو الأب يقول له على فكرة اللي أنت بتفكر فيه ده ده ممكن ورد على بالي في بعض الأحيين طب عملت إيه معايا بابا؟ آه ده فيه فرق مبلة اتنين شكرا